بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون تستمر الآيات في بيان أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل من الأسباب الجهل والاعتماد على الأماني ومنهم يعني من اليهود اللي هم عوام اليهود لا يقرؤون ولا يكتبون فلا يتمكنون من العلم بحقائق الكتاب فهم أميون أميون منسوب إلى الأم بمعنى من لا يقرأ ولا يكتب كأنه نشأ تحت تربية أمه وبقي جاهلا كما خرج من بطنها ولم يذهب إلى معلم ليربيه لا يعلمون الكتاب اللي هو التوراة لأنهم لم يقرؤوه إلا أماني شنو معنى الأماني؟ فيه احتمالان الاحتمال الأول إلا أماني بمعنى إلى حاديث المختلقة يعني هؤلاء لا يعرفون ما في التوراة من صفات النبي صلى الله عليه وآله وغيرها وأنما هم جهلاء يأخذون أمور الكتاب عن علمائهم محرفة مختلقة فلا يميزون بين الحق والباطل إلا احتمال الثاني هؤلاء جهال لهم أماني بنجاتهم في الآخرة بسبب هذا الكتاب فلو قرأوا الكتاب علموا أنهم على باطل وزالت تلك الأماني من قلوبهم وإنهم إلا يظنون وإنهم يعني ماهم إلا يظنون يظنون بأنهم أهل النجاة ولا علم لهم بذلك فيظنون بصحة ما يسمعون ولا يتيقنون لأنهم لم يطالعوا الكتاب بأنفسهم حتى يعرفوا ما فيه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الويل أصله الهلاك والعذاب ولكن يستعمل في كل من وقع في الهلكة أو في المشكلات فيستخدم هذه الكلمة للتحسر أو التفجع أو التوجع أو ما أشبه ذلك للذين يكتبون الكتاب يعني لعلماء اليهود الذين يكتبون التوراة بأيديهم لأن جهل الأميين كان بسبب تحريف علمائهم للكتاب فيستحقون الهلكة والعذاب بأيديهم كناية عن أنها غير منزلة وإنما مكتوبة مبعثها أيدي هؤلاء اليهود لا وحي من الله تبارك وتعالى ولا إلهام ثم يقولون علماء اليهود هذا المكتوب من عند الله وعنه منزل من قبل الله تبارك وتعالى شنو سبب هذا الإدعاء ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا بما يكتبونه ثمنا قليلا مصالح دنيوية مالية أو منصب ورئاسة ولو كانوا يظهرون ما في التوراة حقيقتان رجع أتباعهم إلى النبي صلى الله عليه وآله فلم يبذلوا لهم الأموال والاحترام فلأجل قليل من أموال الدنيا اللي كانوا يحصلوها من أتباعهم لأجل هذه الرئاسة على العوام لأجل مصالح دنيوية ومقامات فانية كانوا ينسبون ما يكتبونه إلى الله تبارك وتعالى ليحافظوا على مصالحهم فويل لهم يعني لهؤلاء العلماء الذين يكتبون الكتابة بأيديهم مما كتبت أيديهم هذه الكتابة توجب عذابا كبيرا لهم لأنه تحريف لكلام الله تعالى وويل لهم مما يكسبون من الأموال زاء هذه التحريفات فأن ثمن الحرام حرام آخر وهذا العمل موجب للعذاب فأنه أكل للأموال بالباطل إذن حاصلوا هذه الآيات السابقة اليهود ينقسمون إلى أقسام ثلاثة القسم الأول الذين يحرفون الكتاب القسم الثاني الذين يكتبون الكتاب القسم الثالث الجهل الذين يتبعون علماءهم من دون علم ومعرفة في هذه الآية الكريمة هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شرار علماء أمتنا المظلون عننا القاطعون للطرق إلينا المسمون أضدادنا بأسمائنا الملقبون أضدادنا بألقابنا يصلون عليهم وهم لللعن مستحقون ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون وقيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير الخلق بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجا قال العلماء إذا صلحوا قيل فمن شرار خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتأمرين في ممالككم قال العلماء إذا فسدوا وإنهم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق وفيهم قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين